مئات المرشحين وعشرات المرشحات من بينهم معظم نواب البرلمان السابق ينتمون لقوان سياسية وعائلية وقبلية يدخلون سباق الانتخابات البرلمانية الكويتية بحضور أوسع للمعارضة التي عاد مقاطع الصوت الواحد لخوض التجربة البرلمانية وعلى رأسهم أحد أبرز رموزها وسط غياب معارضين بارزين رغم صدور عفو عنهم بسبب تبعات الأحكام القضائية الدعوة لتصحيح المسار التي كانت عبر الخطاب السامي بسمو الأمير ومثلا بسمو ولي الأهد بث روح الأمل عند الناس كثيرة وأعتقد أن عودة المرشحين هي عودة لبث الروح في مجلس الأمة وإعادة وتصحيح المسار للعمل التشريعي والقانوني والدستوري في الكويت أما الغائب الأكبر عن هذه الانتخابات فهو رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي ترأس كافة المجالس في العقد الماضي والذي قرر عدم الترشح مرحليا مرشحون سوف يحاولون استمالة الناخبين من خلال حملات انتخابية افتراضية في الفضاء الإلكتروني وبطريقة مباشرة مع الناخبين في المقار الانتخابية التي عادت بقوة بعد غيابها في الانتخابات السابقة بسبب اشتراطات كورونا بوابة حل جميع قضايانا الموجودة في الكويت هي الفصل بين السلطات مع التعاون نتمنى المجلس الغادم هناك يكون تعاون بين السلطة الشرعية والسلطة الفذية وقد بدأت لجنة فحص الترشح أعمالها ومن المتوقع أن تقرر شطب عدد من المرشحين الذين يبقى باب القضاء مفتوحا أمامهم لإعادتهم للسباق وقد حدث في الماضي أن هناك قرارات إدارية إما ألغيت في أول درجة ثم ثبتت في الاستئناف أو التمييز أو الأكس إذن نحن بصدد رقابة قضائية كاملة على أملية تسجيل الترشيح أما من تعثرت خطواته ولا يجر فرصة للفوز فباب الانسحاب يبقى مفتوحا حتى آخر أسبوع من موعد الاقتراع إذن مئات المرشحين من تيارات مختلفة سيحاولون خلال الأسابيع الثلاثة القادمة إقناع الناخبين بطروحاتهم لكسب أصواتهم ويلعب فيها الوزن السياسي لتياراتهم وقبائلهم دورا كبيرا في نجاحهم بعيدا عما يطرحه معظمهم من برامج سعد العنزي سكانوز عربية الكويت